بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم على نبينا محمد في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخر محدثكم الأستاذ محمد الفرقوقي من دولة الجزائر نحن نرتقب ونلتمس ونتحرى ليلة القدر لهذا الموسم الفين وأربعة وعشرون اليوم طلوع الشمس لصبيحة يوم الجمعة السادس والعشرون من رمضان لهذا الموسم الف أربعمائة وخمسة وأربعون هجري الموافق ليوم الجمعة الخامس من شهر أفريل الفين وأربعة وعشرون إذن هذا الفعل ولهذا العمل الذي نقوم به هو عمل مشروع بل يمكن أن نقول أنه من السنة من السنة أن يتحرى المسلم ويلتمس ليلة القدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر والعلماء قالوا لا مانع ولا يجوز أن الإنسان يتحرى ليلة القدر بشرط يتحرها بالعبادات يتحرها بالطاعة يتحرها بالتقرب إلى الله بالاستغفار بالصلاة بالقرآن كذلك يتحرها بمراقبة طلوع الشمس حتى ينشط ويزداد تقرب إلى الله تبارك وتعالى إذن اليوم الجمعة ليلة السادس والعشرون من رمضان كما راكم تشوفوا طلعت الشمس واضحة ليلة السادس والعشرون من رمضان لهذا الموسم ليلة واضحة طلعت منذ البداية بالإصفرار كانت قوية إصفرار قوي إضاءة قوية وهج قوي منذ البداية لأن السماء ريصافية كما راكم تشوفوا طلعت قوية بدون بدون أي شك وبدون أي كلام لذلك ما نطولوش بزاف الكلام واضح في هذه الليلة كانت الشمس صفراء قوية الوهج قوي الإضاءة قوية النور قوي إذن طيب مبارك الله فيكم العلامات علامات ليلة القدر عندنا ثلاث أنواع كين علامات متفق عليها وكين علامات مختلف فيها وكين علامات لا أصل لها علامات مبتدعة ولا علامات مكذوبة ولا علامات متواهمة طيب من العلامات التي لا أصل لها نباح الكلاب أو يقولون لي سمعنا نباح الكلاب ليست ليلة القadر لا نباح الكلاب وصوت الحامير وصوت القيطة هذا كله ما عنده لش علاقة لم يأتي في الأدلة أنه من علامة ليلة القدر ما عنده لش علاقة ممكن ليلة القادر أن تنبح فيها الكلاب أو أن تمر القيطة أو ما شبه ذلك هذه ليست من العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم طيب العلامات المختلفة فيها كان علامات مختلفة فيها بعضهم يذكرها وبعضهم لا يذكرها مثل نزول المطر نزول المطر أو أن يكون القمر كشق جفنة هذه من العلامات المختلفة فيها عند العلماء طيب كان علامة متفق عليها العلامات المتفق عليها عند جميع العلماء هي أن تطلع الشمس بيضاء نقية لا شعى علىها وفي رواية صححها الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن تطلع الشمس حمراء خفيفة وفي رواية حمراء ضعيفة هذه العلامة الوحيدة المتفق عليها عند جميع العلماء أن تطلع الشمس بيضاء نقية لا شعى علىها قال العلماء تطلع كأنها بدر كيشغل القمر في ليلة البدر هذه العلامة متفق عليها معنى غدوة من ذاك الصباح في الليل ليلة القدر غدا صباحا تطلع الشمس بيضاء لا شعاء علىها نقية ما فيهاش الاسفرار ما فيهاش الوهج تنظر إليها مباشرة بالعين لتؤلمك عينك هذه العلامة المتفق عليها عند جميع العلماء وهذه علامة بعدية تكون إنقاذة ليلة القدر إذن علامة البعدية الوحيدة المتفق عليها عند جميع العلماء هي أن تطلع الشمس بيضاء نقية لا شعاء علىها حتى ترتفع قيدة رمحة بعد ما ترتفع قيدة رمح يخرج الاسفرار ما تقعدش الشمس هكاك النهار كامل لا وإنما بعد ما ترتفع قيدة رمح خلاص يخرج الاسفرار ويخرج الوهج ويخرج الإضاءة طيب ليلتنا هذه ليلة السادس والعشرين لم تنطبق فيها هذه العلماء منذ البداية خارجة الشمس صفراء فيها الضوء فيها الإنارة فيها الوهج قوي إذن هذه الليلة ليلة السادس والعشرين من رمضان أو طلوع الشمس صبيحة يوم الجمعة السادس والعشرين من رمضان مستبعدة نستبعدها لأنها واضحة ما تحتاج إلى نظر كثير وما تحتاج إلى كلام كثير ليلة السادس والعشرين نستبعدها ليست من الليالي التي يشك فيها أنها ليلة القدر بارك الله فيكم مستبعدة اللي رأيه الثقب ولي رأيه ينظر واضحة طيب ندروا مراجعة للليالي السابقة ليلة العشرون استبعدناها ليلة الواحد والعشرون استبعدناها الواحد والعشرون استبعدناها ما ظهرتنا فيها احتى علامة الثاني والعشرون استبعدناها كذلك الثالث والعشرون شكينا فيها بقوة ليلة الثالث والعشرون شكينا فيها بقوة ظهرت فيها العلامات جلية الرابع والعشرون استبعدناها الخامس والعشرون شكين فيها ثاني ليلة شكين فيها كذلك شك قوي هي ليلة الخامس والعشرون سبحان الله في ليلة الخامس والعشرون طلعت الشمس كشغل قمر بيضاء مكان لا اسفرار لا وهج لا إضاءة إذا ليلة الخامس والعشرون شكين فيها بقوة كذلك وهذه الليلة ليلة السادس والعشرون صابحة يوم الجمعة مستبعد نستبعدها مثل ما استبعدنا ليلة الواحد والعشرين والعشرون والرابع والعشرون إلى غير ذلك إذن لحد الآن عندنا ليلتان ليلة الثالث والعشرون وليلة الخامس والعشرون هما الليلتان التي يشك فيهما أنها ليلة القاتر طيب منذ البداية قلنا المسلم الفاطن لابد أن يتحرى ويقوم ويعبد الله في الليالي العشر كلها قلنا من خير لا ليلة ويترية لا زوجية نعبد الله ونرتقي بالليالي العشر كلها بارك الله فيكم إذن ما زالت معنا رجيا ما زالت معنا ليلة السابع والعشرين وهي من أقوى الليالي وفيها كلام قوي جدا ما زالت ليلة السابع والعشرين ما زالت ليلة الثامن والعشرين التاسع والعشرون كذلك ليلة ويترية وما زالت آخر ليلة الثالثين إذا كان رمضان ثلاث يوم آخر ليلة كذلك مهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خاص قال التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة وكثير من العلماء يردحوا أنه ليلة القدر في آخر ليلة إذن بارك الله فيكم لا تعيوش لا للكسل ابقوا ابقوا على الالتماس ابقوا على التحري وابقوا على طاعة الله سبحانه وتعالى إلى آخر ليلة بقيت ثالث ليلة أو أربع ليلة فقط بقيت إلى السابع والعشرون ثمان والعشرون ث기가 أربع ليلة بارك الله فيكم ممكن تكون ليلة القدر في هذه الأربع ليلة الباقية خاصة ليلة سابع والعشرين ولا التاسع والعشرون بارك الله فيكم لا للفشل لا للتثبيت ما زالت أربع ليالي وأربع ليالي قوية بارك الله فيكم ابقوا بباب الله تبارك الله تعالى ابقوا على طاعة الله بارك الله فيكم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا اللهم اكتب لنا حظا من ليلة القدر بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا